اهنا عندنا امبارح كانت عندنا رسالة من المخرج الصديق الستاذ احمد فتح الله عن مسألة التظلمات بتاعة السنوات العامة دكتور طرق شوقي يمكن من دقائق عمل بست على صفحته قال فيه تم استقبال 107 الف تظلم في 553 الف ورق امتحاني 107 الف تظلم في 553 الف ورق امتحانية منذ الساعة الثالثة عصرا حتى الان والباب مفتوح لمدة اسبوع لتلقي التظلمات يعني احنا في اول يوم او اول ساعات عندنا 107 الف تظلم وبعدين الوزير بيقول حاجة بقى يشعد وزارة تربية التعليم الفني الرد على اي مشكلة خاصة بالنتائج من خلال موقع التظلم وليس السوشال ميديا او الاعلام او الرسائل الخاص وانا هنا بقى بناشد الناس والله باسم الدكتور طرق شوقي لانه الدكتور طرق شوقي انا مؤمن وزي ما قلت انه الراجل بيطبق فكرة كبيرة جدا لتطوير التعليم وبيقول له يعني مثلا انه بيكلم عن الرسائل الخاص لانه في ناس بتبعت للدكتور طرق شوقي على التليفون تسأله وهو لحقيقة يا راجل تعب قالك انا يعني مش مفروض هرد على كل واحد لوحده كل واحد لوحده فده اللي حاصل في التظلمات الكلام اللي احنا قلناه مبارح ارجو انه يراعى او انه مع الوزير يأخذوا في الحسبان لان الناس عندها ملاحظات على مسألة التظلمات لكن المسألة مشى بهذا الشكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة